ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وحسب ما افاد به المركز الاورو متوسط للرصد الزلزال فان الهزة حدثت على الساعة الثامنة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا محددا شدتها في اربعة فاصلة تسعة درجات على سلام رشتر ومركزها على بعد اثنان وخمسون كيلومترا جنوب بني ملال بعمق يقارب عشرة كيلومترات تحت سطح الارض هذا ولم يصدر بعد اي بلاغنا في هذا الشأن عن السلطات المغربية المختصة فيما يجهل ما ان كانت الهزة قد خلفت خسائر مادية خاصة في العالم القروي المعروف بهشاشة بناياته والى ذلك وبسبب الهزة الارضية فقد خرجت تلاميذ من مدارسهم وافزعت الساكنة